حل بعد أول بطولة يسقط فيها الراجل ده جاي بس من أربعة تشهر كان مدير فني للفرقة ودلوقتي مع أول تعثر على مستوى البطولة اللي الاتحاد السكندري فيها بيسعى إلى أنه يواصل الحصول على الألقاب التاريخية هو المتوج التاريخي فيها الراجل رح معسكر في صربيا السنة اللي فاتت بالاتحاد من غير صفقات في البطولة العربية كان لعب على الثلاث والرابع فبالنسبة للاتحاد ده وضع صادم فبالتالي كان القرار سريع لكن طبعا مش جاي بس بسبب خسارة على ما يبدو كمان أنه علاقة لاعبين مع المدرب وتحديدا اللاعبين الكبار بعض الإصابات الكتيرة اللي حصلت فربما بيولام عليها الجهاز الفني وبالتالي رحل ميتشا لنرى من سيتولى المسئولية كمدير فني للاتحاد السكندري ويبدو بقى أن المرتبط دي هتبقى تجهيز بالنسبة للاتحاد بأن المدرب الجديد مش هيتطلب منه البطولة فهيتطلب منه ما بعد الربطة اللي يبقى كاس والسوبر إن شاء الله مبروك للأهلي ويلتقي الآن مع كازمة الكويتي مباراة لا تبدو صعبة بإذن الله وبالتالي قد يكون الطريق إلى المباراة النهائية قريبا في إطار الألعاب الأخرى أيضا رسميا نوجه الأهلي الشكر إلى مدربه الإسباني على مستوى كرة اليد دانيال جوردو كما ذكرنا وكما ذكرت أغلب وسائل الإعلام قبل أيام وقالوا إنه تم إنهاء التعاقد بالتراضي من جانب الكابتن خالد العوضي ووجه الشكر لكل منهما كمان يعني سواء لجوردو أو لجارسية اللي هو مدير قطاع الناشئين على مستوى كرة اليد وإنه حرص وجوردو على توجيه الشكر لمنظومة النادي الأهلي من الأقرب ربما يكون ديفيد ديفيز هو الأقرب على مستوى طويلة المفاوضات في النادي الأهلي وأبدى موافقة مبدئية بالمناسبة بمناسبة اليد بس قبل أن نسيب اليد فالزمالك بيرحب عارة لعبي اليد بتوع الزمالك إلى الأندية المشاركة في بطولة العالم للأندية الأهلي برضو دلوقتي بيصابق الزمن لاستقدام مدير فني علشان يقود البطولة لتبدأ خلال أيام فمثلا كريم هنداوي أحمد الأحمر مصطفى بشير وحسن وليد قدح جايلهم كلهم عروض الخليج السعودي عايز الأحمر وحسن وليد مدر عايز هنداوي وحسن وليد التراجي عايز مصطفى بشير وبالتالي الكويت الكويتي كان تراجع عن ضم حسن وليد ويغير النادي رغبته في التعاقد مع اللعب وتعاقد مع اللعب التونسي يوسف معرف إدارة الزمالك بتشترط موافقة المدير الفني ماتيو جارالدا لرحيل اللاعبين ولكن تبدو تبدو قريبة أن تحدث في الزمالك برضو لكن على مستوى كرة القدم كان من أيام بيرامدز أعلن عن التعاقد مع مدافع اسمه عبد الرحمن جودة مدافع وصفة بأنه مدافع تئيل هو مدافع منتخبات يعني على مستوى مراحل العمرية الأدنى من المنتخب الأول كنت لتلكم من فترة أن بيرامدز آخر صفقة هيعملها وبيفكر دلوقتي في مساك جاب المساك ولقى وجهته في مدافع نادي النصر اللاعب عبد الرحمن جودة وهو عنده 19 سنة موليد 2003 تعاقده لحد سنة 2027 معنا على التلفون الكابتن رحيم عبد الحق مديل الكرة في نادي النصر كابتن رحيم أهلا بيك أهلا بيك كابتن هاني إزاي حضرتك ترجمة نانسي قنقر